طيب يا دكتور حضرتك من شوية قلت ان الاستخدام المبلغ فيه للمضادات الحيوية ممكن يضعف المناعة ازاي ممكن ده يحصل؟ هو بيضعف المناعة بطريقين احنا قلناهم اول حاجة ان هو بيقتل بكتيريا النفعة فالبكتيريا النفعة هي جزء مهم جدا في مناعتنا فقتله للبكتيريا النفعة طبعا ده بيعمل بيسبب نزيف في الانف عشان البكتيريا النفعة هامة في تكوين فيتامين كاف اللي بيحمينا من نزيف الانف غير كده كمان ان هو بيسبب بهجوم الفطريات اللي احنا بنقول عليه هجوم انتهازي للفطريات فعادة لما حد برضو بياخد مضادات حيوية كتير لو واحدة ست بيجي لها فطريات مهبلية لو واحد ممكن يجي له برضو اللي هي الفطريات اللي بتظهر في الفم باخد مضادات حيوية كتير هتلاقي فيه فطريات كتير بتظهر في الفم عشان انت قاعد شغال مضادات حيوية برضو كرات الدم البيضة بتقل فيه ناس كرات الدم البيضة لها اهمية كبيرة في الهجوم أو قتل الفيروسات اللي بتهاجم الجسم عشان كده فيه ناس بتقعد تقول أنا باخد مضادات حياة كتير والبرد ما بيروحش مني خالص أنا عندي برد صيف وشتة في حاجة تانية بتتقال يا دكتور بيقولوا أن أنا من كترة ما أخدت مثلا الدواء ده ما بقاش بيديد معايا النتيجة لا أكيد لأنه بياخدوا أصلا بجرعات مش سليمة لا الأهم بقى من ده كمان فيه ناس بتقعد تقول أنا أخدت مضادات حياة كتير جدا والبرد ما بيروحش البرد ما بيروحش ليه عشان إحنا البرد إحنا قلنا فيروسي إيه المسؤول عن قتل الفيروسات دي كوريات الضم البيضة كوريات الضم البيضة دي عددها بيقل مع استعمال المضادات الحيوية فخلاص مفيش أصلا جهاز مناعي حيقتل الفيروسات دي فبالتالي الفيروسات دي بتتعوحش الأعراض بتزيد الهجوم بتاعها بيزيد لأن إحنا خلاص بنقضي على كوريات الضم البيضة أو بنقلل عددها فإحنا دلوقتي مضادات حيوية في نزلات برد وبكسرة حيزود الفيروسات وحيخلينا معرضين للفطريات عشان إحنا بنقل البكتيريا النفعة وبنقلل عدد الكرات الدم البيضة المهمة لأكل الفيروسات